تحياتي لما تروح تشتري كباس تكيف للعربية أو كومبريسور مكيف السيارة إزاي تختبره وإزاي تشتريه وبالنظر إزاي تعرف إن الكومبريسور ده كفقته كويسة ولا لأ نتابع مع بعض علشان تقدر تختبر وتفحص كومبريسور مكيف السيارة أو كومبريسور تكيف العربية لازم تعرف إن فيه أكتر من تصميم وأكتر من شكل للكومبريسور أو للكباس بمعنى إن أشهر تلت أنواع للكومبريسور المكيف فيه الكمبريسور أبو كلاتش والكمبريسور اللي ببلف والكمبريسور اللي ببلف كهربي وطبعاً فوق في الآية وتحت في الديسكريпشن هيظهر لك روابط للفرق بين عمل التلت أنواع كباسات طبعاً فيه أكتر من تلت أنواع ولكن دول أشهر تلت أنواع ولكن أنا دلوقتي هاجي أشرح على الكمبريسور العادي اللي هو أبو كلاتش عادي وكمل معي وتابع معي لنهاية الفيديو علشان هوضح كمان باية انواع الكمبريسورز ازاي تختبرها طبعا ده كومبريسور عادي جدا بدائي جدا لسيارة بيشتغل هوندا سيفيك وبيشتغل فيه نظام الهوندا العادي والميتسوبيشي العادي وكمان الهاينداي ومركات كتير مارسيدس وبي ام دابيو مركات كتير طبعا الكمبريسور اول حاجة اول حاجة تختبرها فيه بتشوف البليا بتاعة الطنبورة بمعنى ان انت بتيجي بايدك بتروح لافف البليا بالشكل ده البليا مايكونش ليها صوت نهائي يعني ممكن تكون البليا بتحك في الكلاتش خفيف ده طبيعي لكن لما تيجي تمسك البليا تلفهمين وشمال مايكونش فيها بوش وانت بتلفها يفضل ان البليا ما تعدش تلف كتير لان لو لفت كتير كده يبقى البليا خفيفة هي مش ما دخلتش في مرحلة الخشونة ولكن كده البليا خفيفة يعني حنقول حالتها حوالي 70-80% يفضل لما تيجي تلفها تلاقيها وقفت معك بسرعة مااخدتش كل المجال الدوران ده ده رقم واحد من ناحية البليا رقم اتنين كابس الكمبريسور طبعا الكمبريسور يا بوكلاتش العادي انت ممكن تعرف كابسه ازاي عن طريق انه طبعا هو ممكن يكون جاي من القطع غير للسراد او التشليح بيكون فيه مصورة بالشكل ده انت بتحلها بالشكل ده تمام وطبعا الكمبريسور اللي معنا ده مفهوش بلوفة خالص يعني انت لو لفيته هو كمبريسور عادي جدا طبعا شايفين الزيت اللي نزل منه ايه انا قاصد الفه قدام الكاميرا علشان اوريلكو الزيت اللي نازل منه الزيت اللي نازل منه الزيت نازل نظيف مفهوش رايش او لونه مش رمادي غامق لونه نظيف طبعا موضوع الزيت ده على جميع انواع الكمبريسورز يعني اي كمبريسور قلبته او فرغت الزيت اللي فيه اللي ايت زيته نظيف بالشكل ده يبقى خلاص انت كده في السليم يبقى الكمبريسور ده حالته كويسة جدا يعني بص كده اهو الزيت اللونه ايه اهو اخضر الزيت الفابريكا اللي بيكون عليه مادة الالترا فيوليت او اليوفي علشان لو حصل تسريب يبان اهو الزيت اللونه اخضر نازل مفهوش رايش حتى كده يبقى انت متطمن ان الكمبريسور ده حالته كويسة جدا واني مش مستهلك من جوه واني مفيش رايش فيه طيب طبعا الكمبريسور تلاقي عندك فتحتين فتحة صغيرة وفتحة كبيرة او فتحة دايقة وفتحة واسعة انت بتيجي عند الفتحة الديقة بتحط ايدك كده وتبدأ تلف الكلتش مش الطنبورة بتلف الكلتش بايدك اسمع معايا كده ركز انا مش قادر الف بقى بايت الكمبريسور اسمع كده بقى لما شيل صبعين اهو تاني اهو كابس الكمبريسور كده عشرة عشرة لازم تقعد تلف لغاية لما تلاقي نفسك انت مش قادر تجيب الاخر يبقى الكمبريسور ده كده عشرة على عشرة طبعا الاختبار اللي بعديه اللي هو اختبار الكلتش عشان تتأكد ان الكلتش ده سليم بالنظر كده لقيت الكلتش سلك وسليم ووصل بالارضي وطلع منه فرض الكهربا ايه بقى اتس اوكي خلاص طيب انت عايز تتأكد بزيادة بتروح تجيب بطارية اتناشر فولت بالشكل ده وبتوصل قادي الارضي بجسم الكمبريسور والموجة في الفتحات التانية اهو شوف بقى معايا كده الكلتش اهو كده الكلتش سليم خلاص يبقى احنا كده اطمننا على الكلتش وعلى الكابس الكمبريسور وعلى البليا وعلى قلبه اللي هو الزيت طيب وارد الكمبريسور يكون مصرب من الفواصل وده بيحصل كتير جدا ان انت تلاقي الكمبريسور مصرب من الفواصل طبعا في بعض الفنيين بيكونوا جايبين ادي مصورة الكمبريسور طبعا بيكون هنا في مصورتين بيبدأ يركب مصورة بالشكل ده وطبعا بيكون مطببها يعني الاصص دي من هنا ومطببها والمصورة التانية بيكون فيها بالف ضغط ويبدأ يضغط الكمبريسور خارج السيارة مش متوفر عندك بتركب الكمبريسور وقبل ما بتشحن بتضغط الكمبريسور هوا وهو راكب على السيارة علشان تتأكد ان ما فيش تسريبه وبترجع عليه بالمية والصابون طبعا زي ما وضح قدام حضراتكو ده مرحلة فحص الكمبريسور وهو راكب على محرك السيارة بابدأ اضغط الدايرة على 250 بي اس اي وباستخدام مية وصابون ابدأ ارش على الكمبريسور واشوف ايه اللي هيحصل لو لقيت فيه رغاوي يبقى الكمبريسور ده مصرب من الجوانات اللي في المنتصف لو ملقيتش فيه رغاوي خالص او تنميل بسيط يبقى كده انت عندك الكمبريسور حالته سليمة وعشرة على عشرة في الحالة اللي قدامنا دي الكمبريسور متضمر جواناته حرفيا او الاورينجات بتاعته حرفيا متضمرة لاني الرغوة عالية جدا والتسريب عالي جدا اقيت بكمبريسور مطلعش حاجة يبقى الكمبريسور ده كده عشرة على عشرة وتركبه في عربيتك وانت متطمن كل اللي عليك ان انت تضبط زيت الكمبريسور ان انت تفرغه وتشوف الكمية اللي مكتوبة عليه وتخط نفس الكمية على طول وطبعا فوقه في الاي وتحت في الديسكريبشن برضو ازاي تزود زيت الكمبريسور وفايدة زيت الكمبريسور وازاي تعرف طيب بالنسبة للكمبريسور اللي هو في بلف كهرابي او الكمبريسور اللي هو ما بيكونش على كلاتش اللي هو بيكون في بلف كهرابي او الكمبريسور اللي عليه بلف ميكانيكي كل اللي عليك ان انت بتيجي تبدأ تفرغ الزيت وتشوف الزيت من جوه شكله ايه طبعا بتجيب وعاء او اناء بالشكل ده وبتبدأ تنزل الزيت اللي في الكمبريسور واطبص طبعا شايفين الزيت هنا نازل ايه نازل في رايش طبعا لما بلف الكمبريسور يمين واشمال اهو بينزل رايش الزيت مش نازل او بيور اهو طبعا كده الكمبريسور من جوه الفلفات بتاعته اتكلت طيب حاجة تانية بعض الكمبريسورات بيكون فيها طبع للزيت فوق بتبدأ تيجي تحلها بالشكل ده طبعا هو الزيت سواء حطته من الطبع عشان كنت اعمل فيديو قبل كده توضيح ازاي تحط الزيت في الكمبريسور سواء حطته من الطبع او حطيته بقاحة فتحات ضغط او شفط الفريون عادي جدا هو كده كده الزيت بينتشر في الدقيقة طيب لو جينا بقى فرغنا الزيت من الطبع وشوفنا شايفين بقى كمية السواد والزيت اللي نازل متوسخ من الديرة اهو من غير بقى ما اكمل البقية مش محتاجة اكمل البقية شايفين الزيت نازل ازاي؟ في النهاية اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير ولو عندك اي استفسار اكتب كومنت اسفل الفيديو شكرا لكم اشتركوا في القناة